بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة تانية من تدعيم الخصانة المسلحة الحلقة بتاعتنا الى تدعيم وترميم من الاواعد طبعا بخصوص موضوع تدعيم وترميم من الاواعد هذا من المواضيع المهمة جدا لان احنا فاهمين ان الاواعد والاعمدة لها خصوصية عن البلطات والكاميرات البلطة او الكاميرا تأثيرها تأثير محدود بالزون اللي هي فيه في المكان اللي هي فيه يعني المساعة اللي بتأثر البلطة خمسة عشرين متر مثلا ومسطح المنشأ كله مسألة خمسمائة متر خمسة عشرين متر دول هم التأثير الكبير للبلطة تمام? ولو لها اي تأثير تاني هيبقى في البلطات المجاورة لها من الاربع نواحي دي هي لما بتدي اكسر لما بتدي اعمل لما بتدي اقلق الحاجات دي هي الحاجات اللي انا باصلوبها وباشتغل فيها المشاعر يمكنك أن يكون قليلا منه يعني أنه إذا أشتردت على 25 متر فكرة ما تكون على 500 متر إنما العكس في موضوع العمدة والأواعد في موضوع العمدة والأواعد أنا شغال على المنشأ كله حتى لو شغال في عمود واحد فالعمود هذا يليل العمارة كلها أو شغال للمبنى كلها لأن هذا عمود شغال فيه وشغال فيه وشغال فيه حمل اللي جاء له العمود الثاني وشغال نفسه ويشايل التحمل اللي جاله من بعض التدور اللي هو فيه فشايل الأحمال من أماكن مختلفة كثيرة فعشان كده الحرص مطلوب في إن الأواعد والأعمدة الشغل فيهم يكون بحرص وواحدة وواحدة ما يفتحش عرف سائل فتحة والنم الشغلانة أو القصة خطوة بخطوة من غير ما يخش فقالها إن احنا نشتغل في مساحة أكبر من قدرة قدرنا على حاجكم السيطرة طبعاً هنا بيتكلم في أول حاجة تقوية الأواعد والمنفصلة بذات الأبعاد والتسلحة الإضافة طبعاً ترميم الأواعد طبعاً دي حاجة بالشاعة اللي هو أنا لما بكشف عن القعدة بلاقي إن عندها شوق حديد محتاج صنفرة وصدى وكلام من ده فأهم رجعهم وممهمه زي الفل وهم ساي ما بزويتش أبعاد ما بزويتش ما بحط السلحة إضافة وكده ده مش المعتاد المعتاد بقى إن أنا لما بوصل لمحات الأواعد دي بيكون المنشأ كله تأثر ودين يبقى تأثير الشروخ وتأثير المشاكل اللي موجودة ده المنشأ كبيرة فأضطرتني إن نوصل لمحات الأواعد لأنه طبعاً موضوع ده مكلف ومحتاج تجهزات خاصة وكده تمام؟ فلو قلنا خطوات الموضوع ده أول خطوة طبعاً بخف الأحمال الحياة والميتة بقى نظر الأرضي بقى أقصى الباطل اللي فيه وبأخلم من مخلفات البلاط وبأخلم من الردم والحاجات دي لحد ما أوصل لمسوب التأسيس وأوصل لأواعد وبكشف الأواعد القصص دي كلها طبعاً لأشين أعمل الكلام ده كله أنا بعمل سيستم برضه تدعيم وصلب للمنشأ ما أنا لا أقصف الأواعد ومتصور إنه إنه ده ليس أقصر خاصة على المنشأ لا طبعاً ممكن أقصر ما ليس أقصر حجم الدرر اللي وصله إلى الأواعد ليس أقصر بعد ماشيلها إلا هيكون يعني ليس سبب أو أي أصل المشكلة غير لماشيلها هل الأواعد ممكن يكون أبعدها كتصغيرة ممكن يكون في مشاكل تانية موجودة بخصوص الموضوع المشاكل لازم أن نحل الموضوع المشاكل قبل ما تبتدي تعالج يعني لازم أن أعالج السبب أبل أن أعالج النتيجة النتيجة إيه؟ إن الأواعد دي حصل فيها مشكلة السبب السبب قد يكون من الصوبة الجوفية عالي إنك قريب من البحر من الصوبة الجوفية عالي ما أزلتش الأواعد كويس فالأواعد على مدار 10-15-20 سنة صدق ويتأكلتها سبب قد يكون صرف. مصورة الصرف اللي في الشارع مكسور. والصرف بتاع الشارع والمنطقة اللي انت فيها كلها بيصف تحت البيتك لسبب منها. تمام? او تحت البيوت اللي في المنطقة بتاعك كسر مصورة. تمام? ده بيأثر عليكو بيأثر بيأثر بيأكل كل مهات الصرف دي هتقدل تقاكل خرصانة وتقدل صدر حديد. تمام? مصورة الصرف بتاعت بيتك نفسها. اللي هي انت بتجمع فقط الصرف بتاع الدوار وبتبقى عندك بيارة جوى البيت بتقوم طلع من غرفة التفتيش دي المصورة ديت مثلا معديها تحت البيت بمسافة معينة حصل فيها مشكلة فتبتصف تحت البيت عندك فعندك عدم الاواعد مثلا حصل فيها حاجة بسبب الموضوع ده. وكذا. فهيما كان السبب انت بتعالج السبب مش بتعالج بس الايه? النتيجة بتاعته ان انا عندي شواء مرامة في خرصانات وتسلق وحديد وكلام من ده. اوكي? فبعد ما عملنا بقى كل الاحتياطات واخدنا كل الخطوات ديت تمام? وعملنا العلاج سواء كان العلاج ده مؤقت او دائم ممكن اعمل العلاج مؤقت لموضوع مثلا مصورة مكسورة ده تمام? خلال فترة لا اشغال فيها وبعد ما خلص شغله خلص اعمل علاج دائم بقى علاج سليمية في المال ان انا ممكن لاجي اعمل العلاج الدائم لها في مشكلة ان انا اعمله اه لاني لسه شغال فممكن العلاج الدائم ده يدعى كسر تاني او يعجع احصل في المشكلة تانية ان ايه? لسه مقفلتش الشغل. اوكي? طبعا نفس فلسفة ومفهوم الشغل اللي احنا شغالين عموما في موضوع الترميمات والتدعيم اللي هو ايه? ان انا بكسر في الجزء الجزء اللي موجود عندي في طرف الاعداء تمام? وبحط حديث اضافة تمام? طبعا ضمن النموذجين هنا النموذج انهي الاعلى في الحماية او الاعلى في الاحمال تمام? النموذج طبعا اللي فوق اللي فوق ده انا اعمل فوق زي تاج عمود بقلوب يعني تمام? عامله ليه عشان البنش عشان حمل العمود ده ممكن يكون حمل عالي فعمل بنش حمل صقب عالي على الاعداء فعشان كده ايه? ام تمزود ايه الابعاد في الجزئية ديت وعمل نظام التسليح دوت عشان ايه? عشان ازود عمود القاعدة اقوم الحمل العمود يقدر يزيد تمام? طبعا من المعلوم بالضرورة برضو ان انا ما بقبل زيادة في ابعاد القاعدة بعمل زيادة في ابعاد العمود. اوكي مهلوم صمم القاعدة و الصمم العمود تصميم لاثنين مرتبنا وبعض ان الحمل نجح من هنا ما نقل لي هنا. فانا مش هينفع يبقى عنه احمل خمسة في خمسة وحط عليها عمود 52 في الستين. cambiar来て Common View. حاجه مش برتقية اكيد يعني. فالاثنين مرتبطين ببعض انا طبعا ترمم عمداني بقى لازمة او إعراض طبعا تدعم عمداني بقى لازمة دعم اواعد. طبعا ما دعم عمداني بقى لازمة الدعم او عود. انا مش بقول ازود ابعاد القاعدة وسيبل العمود زيب مهو. اوكي فانيجي بقى للقصة نكملها بان احنا نشرح المثالين دول في انك لما بتيجي تكسر هنا فيظهر لك رجل الاعداء الرجل بتاع التسليح بقى هم مكسر الكفر وانطلع رجل التسليح دي بدخلها جوه الخاصنة الجديدة وانطلع رجل دي بدخلها جوه الخاصنة الجديدة وعمل بقى اه التسليح بتاعي زي ما انت شايف كده اهم حضر التسليح اهو تمام وهم جاي وهنا مزرع الجزء ده تمام بخصص موضوع التزريع طبعا اه احنا منزرع بعنق التخريم بيوصل لعشرة الفا يعني السيح لو فاي ستاشر يبقى انزرع ستاشر اه لو فاي ستاشر يبقى انزرع ستاشر سانت اوكي تمام والفتحة بتاع التزريع بتبقى الستاشر دي زائد اربعة مسلا يعني الفاي ستاشر ملزي زائد اربعة بقى 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 البونط اللي هستخدمها في الدريل هتبقى عشرين ليه عشرين من الاربعة 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 ملي دول بسيب من احايا دي اين ملزي ومن احايا دي اين ملزي اللي هم هيبقى في اه مادة تزريع وعشان يرى في يدخل ويطلع اه ويملح اه مادة تزريع تملح حواليه اه من زودنا الابعاد اه وزرعنا الحديد طبعا التزريع بيكون برضو استجرد يعني التزريع بيكون تبادلي لما باجأ زرع بزرعش كل الحديد بزرعه على خط واحد لا بحاول ازرع من اه من اماكن مختلفة استجرد كده اللي هم بيسموه رجل غرام اوكي ده حاجات عامة يعني في كل اه طرق التزريع وكل طرق التدعيم والترميم طبعا قبل ما بدعم المسلحة بدعم العادية بنفس الطريقة بحط بقى الاعدية دي لو لو عادية كبيرة يعني سوكاة اكبر من ثلاثين اربعين سنطي تمام فكده شالة معايا سوكاة هاتين سنطي دي كده شالة معايا في الاحمال فبزرع فيها اه سياق يعني مش فاشلة نظافة يعني اه بزرع فيها اشاير برضو وام صابب الحديد اه اه صابب الخرصانة المستجدة مع جنب الخرصانة ديت وبستخدم بقى الايه الشياخ اللي انا مزراحة ديه في ربط تساعدني موضوع في ربط الخرصانة قديمة بالجديدة وكسا اوكي تمام طيب هنا هو عمل ايه زود ابعاد الاعداء وحتى حديد تسليح فقط زي زود ابعاد الاعداء وحتى حديد تسليح فوق بقى عمل حاجة زيادة ان هو زود العمق تمام زود العمق تمام ده الفرق من السلطين تمام والاتنين طبعا بتشوف سسم الحديد اللي عندك والرسمة بتنفذ ايه التسليح اللي هو هتطهولك على الايه على الطبيعة تمام زي ما هو موضح كده طبعا ده توضيح تقريبا للموضوع بتاع التسليح اه يشمل ده بقى اللي احنا من قوله ان انت تقوم اه طبعا مثلا من مواد تزريع اه المعتمدة ونرشيكات المشروع والمعروفة اه وضربنا مثلا بقبل كده بكميا بوكس مية خمس وستين اه ما تزريع بتاع الكمياه بناء الحديث اوكي او ما يمثلها مسلا في شركة سيك او في شركة او خلافه تمام وطبعا الشركات الاجنبية بتدي نواتيك اصعى من الشركات المصرية عموما اه ومواد التزريع بتاعتها بتشوك بشكل اصعى تمام وكفاء بتاعتها عالية بس اغلب السعر فانت بتواصل زي ما قلنا من السعر وبين الكفاءة وبين جودة الشغل اللي انت شغال فيه مستوى وهكذا والاحمال اللي انت شغال عليها وكده اه اه طبعا قبل ما من اه اه صبو الخلصانة الجديدة لازم ان اردن الخلصان هاتم under the Supreme ببقى السطح صشнения مسل nóiسنبارة إلى الزمبارا Lim crave اما بيبقى السطح نعم شوان من النبل من يساعد ضد خلصانه الجديدة انا اضف الى ذلك ان انا بدهن ب frase اي بمادة بزاكمة واكس 1004 assim تمام. اه عشيد طلب الخرصانة قديمة بالخرصانة الجديدة. الخرصانة جديدة بالخرصانة قديمة. ممكن استعى بان انا اعمال مونة اديموند مونة اديموند خمسة او ستين. عشان نبطي الخرصانة الجديدة بالقديمة. تمام? وحطينا الحديد وزرعنا واضح ثقنة صبنا ان خرصانة الجديدة سواء في العادية او في المسلحة. تمام? كده ده اجمال الموضوع. اه لنفس الخطوات اللي هو كاتبها هنا احنا بنحملها. زي الجزء من الخاصانة من الاعداء. صب الجزء المستجد للحامل حديد. دهان الصلب السطح بمادة سعر التماسك. اللي ياركي موكسي ما واربعة. دهان تبقى سطح الخاصانة قديمة. صب الخاصانة الحديثة. اه دهان الصلب دي حاجة مهمة برضه بدي ان الصلب سواء القديم او جديد. يعني اللي انا مطلعه. اللي انا مطلعه من قبل خاصانة قديمة بعد ما بصنفاره طبعا بالطرق المعتادة. زي ورق الصنفارة وفرشة السلك. اه الساروخ وفرشة سلك او بالرمالة. اه بعمل كل الكصص دي وبعدين ما دهانه بقى سواء الحديثة قديمة او الجديد بالايهة. بمادة مقامة. اه عند ده مقامة عالية اه للصدى. زي الكيمابوكسي المية واحدة تاتين او الزين كريدش من شرك السيكة. وخلافة. مقامة. Forget about that. حكث اذا سيضらه. اوقات الأعادة بتاعتك. اه اه صبت الامس الجديد ان لدينا من الآن ا obstinateه. ا seamus العمود. اه اه اه. تمام! تمام! بقى اه ايه Aigue with a c gooo q ro and acc جديد. اشغال اه يعني بكفاءة مع القطاع الاديم. خ tet build a small بيشير احمال الجديدة. تمام? وزي ما قلنا طبعا القصة دي بتبقى منظومة كاملة بين الاواعد والعملان. ان انا بعمل ازود احمال على المبنى مسلا او ازود مسلا مبنى خمس دوار عايزة خليه سبعة تمانية اسعة. فهعمل ازود قطعات الاعمدة وازود في الادوار وازود بعد جدا لان احنا ما وصل لدول الارض ازود قطعة العمود بداعته لو عندي لقبة عمود بزودها وبعدين بزود الاعداء. اوكي? هنا بقى قصة تانية وهي ان انا عند الاعداء نفسها. تمام? او طريقة تانية وبعمل لها خوزي. خوزي. تمام? خوزي مستجدة او مستعدس. بعمل خوزي اهي. وبعمل زي ما انت شايف كده بحفر تحت الاعداء وبدخل تسليق جديد. وبعمل ايه? مخداد تسند عليها الاعداء القديمة. يبقى عمل مخداد كده تسند عليها الاعداء القديمة. وبعدين ايه? الخزوق طبعا بيبقى شايل الحمل ايه. اوكي? تمام? دي اول الطريقة الهي دونا زيادة في اه في سمك الاعداء انا ذو ناشى سمك الاعداء. هنا في طريقة كمان بزود سمك الاعداء. وآآ بعمل الخوزي. يعني بزود سمك الاعداء بنفس الطريقة اللي احنا عملناها منطلع قشرية وبن نعمل حديدة للمستجاد. بس بايه? بنبقى قبل ما نعمل القصص دي كلها اعملنا الخوزي. جنب الاعداء مباشراتا مطلعنا القشرية بتاع الخوزي. بحيس طبعا لاخش socio بتاع الخوزي لازم نتخذش جوه. الاعداء. تمام? دي مع الزيادة اه مع الزيادة في سمك الاعداء. هنا عمل نفس القصة بس ما زودش سمك الاعداء وعمل سيستم للتحميل على الخزوق. عمل سيستم هو زي اللي موجود قدامنا ده للتحميل على السوق على الخوزين. كاميرات اساسية وكاميرات زنوية. اه مرتبطة بالاعداء نفسها ومرتبطة بالعمود عشان تشيل عن اه تشيل اه حمل من الاعداء توديع الخوزين. الموضوع ده يطبق بطريقة احسن شوية هي اللي بيسموها المايكرو بايلز. المايكرو بايلز دي خوزي صغيرة اه سمكها ما بيزيدش عن خمسة وعشرين سنتي مثلا. عشرين سنتي. بتطبق في الحاجات دي. طبعا منشأة بقى اللي بتطبق فيها الكصص دي بقى منشأة مهمة جدا. انا مش قادر اعمل اه فيها شغل اه معين او مساحة اه اه حكماني والاحمال عايزة نسيد وا 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 وا. فطبعا تكلفة بتبقى معاك. اه مفتوحة يعني الميزانية اه تساعدك على القصة دي. تمام? لانها تبقى مكلفة. فبعمل الخوزي الصغيرة. الخوزي دي بتبقى اه بتبقى اه بتبقى بتشيل من قاعدة. اه تمام? نفس الفكرة دي يعني هي الفكرة دي بتاعت اميكرو باز. بس احيانا بعملها من جوة القاعدة نفسها. يعني ببقاش عندي مساحة ان انا زود ابعاد القاعدة مسلا او ظروف حكماني. فبقطع في اه في الاعدة. اوكي? وبعمل المايكرو باز طبعا ده مش سهل يعني وصعب. بس يعني احد الطرق اللي بي اه اللي بتتطبق في بعض الاماكن. بتشتغل يعني ايه على القصة دي وممكن تشوف لها فيديوهات على يوتيوب وخلافه. تمام? بنقش في اللي بعد كده. نفس الكلام اللي احنا عملناه اللي هي زيادة المساحة طلعنا اشار جديدة ربطنا الاديم بالجديد. زودنا المساحة بتاع المساعدية او المساحة بتاقى المسلحة. وكي? دي ذي ازيادة المساحة والعمق برضو عمل نفس القصة تلعك بتاع بس تصبو جزء ايه? فوق. دي زيادة المساحة والعمق تمام? ودي زيادة المساحة والعمق معه اه عمل خوزي نفس الصور اللي احنا شرحناها بس بطريقة ايه بطريقة وبطريقة رسمة مختلفة بتوضح وبتركز على اه توضيح المفهوم نفسه يعني تمام زي ما انت شايف نعمل مخدات او كمر تمام هنا كمر اه واقفه هنا كمر نايم محمل عليل ايه الخوزيق في الحالتين تمام بحيس انه يحمي الخوزيق يتساعد في الموضوع طب انا امتى ممكن لالجأ للموضوع ده احيانا ممكن لالجأ للموضوع ده في منشأ جديد يعني منشأ يكون نفذناه فعلا بس لما نفذناه اكتشافنا ده فيه مشكلة معينة زي مثلا تصميم الاواعد غلط طبعا عندي كارسا فلا مش ما عنديش بلال كتير او ما عنديش حلو كتير وعندي احمال عالية او خلافة فحاجة احسيبها لقيت ان انا عشان اه خياره مثلا اه اعمل احول الاواعد المنفصل الاواعد اه مستمرة اه دي فيها مشكلة مثلا فبلجأ لطايتل باينز وكذا اوكي اه فلازم ان يكون عندي اكتر من بديله زي ما قلنا طرق التنفيذ في كل بديل مختلفة عادتان هنا بقى هنا بقى هنا بقى القصة اللي لسه قد تبقى الادواتي اللي هي تحول الاواعد منفصلة للاواعد مستمر عندي دي قاعدة منفصلة ايزوليتو دي قاعدة منفصلة ايزوليتو عايز بقى اربطهم في بعض تمام فاعمل ايه اساس مستجد الناحية دي واساس مستجد من نحادي من كل بقى النواحي تمام طبعا عشان اعمل موضوع دي نفس القصة برضو اقصر في القديم بعمل اه 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 تزريع وطلع اشاير وحط التسليح وبعد نصر بس في حاجة مهمة جدا هنا الموضوع ده في حطة مهمة جدا ايه هي ان التحميل بتاع الاساسات دي لازم ان يكون عالي على اه التربة اللي هنا فالتربة اللي هنا انا ضعيفة او مش مدموكة كويس انا الاساسات دي نعملها كده بقى تعبق عليا مش ميزة اوكي يعني حفر اسفل خلصانة الاواعد القديمة تمام ودخلنا بقى التسليح بتاعنا وكده وعملنا الطرف في الرباط بالخلصانة العادية والعادية القديمة وصبينا وسلحنا الاساس المستمر وصبينا الاساس المستمر وكاسة بس قبل ده كله لازم اتأكد اننا دامك مجانا الاواعد دي كويس جدا تمام دامك مجانا اواعد دي كويس جدا بعد ما احفرت وكذا اه دامك لكويس عشان ادواء تعمل تحميل وبعد نعمل خلصانة عادية المستجدة واقفوها الخلصانة اه اه مسلحة المستجدة تمام كل ده من نفس الفكرة طبعا اساسي ان فيه طرق تانية للموضوع بس احنا بنتكلم في الطرق الاه المتعة في اللي احنا بنشرح حنما قد يكون الموضوع له اساليب وطرق كتير جدا اه بتتغير وبتطور مع الوقت بس ايه بتختلف من مكان التالي تمام ومن امكانية في متعف مكان امكانية متعف مكان اخر بس الطرق اللي احنا بنكلم عليها دي ايه الطرق اساسية يعني او فاسافة اساسية الموضوع ترميل والتدعيم نفسه زيادة العمق ووضافة تحديد تسليح مستجد تمام اه اشوف هنا عمل تحديد تسليح مستجد بس في نفس وقت عمل ايه كمر مقلوب يعني نفس اللي احنا عملناه المرة فات بس اويدنا هنا ايه كمر مقلوب وطبعا عمل رأب عبدان زي ما انت مفح تعمل اللي حاجات دي كلها اللي قاعد وانت ايه والعمدان هتبقى زي ما هي ما انت اكده معنى انك وصلت المرحات انك حاولت الاساس من 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 ايزوليت ايه انك اه انك اه انك اه انك اكزويت الاحمال بشكل كبير بشكل ملحوظ فطبيعي العمدان القديمة مش هتكون اه وقت في الارتباط اه في الاعتبار الازيادة دي في الاحمال تمام فهنا كل قصة ايه بما ان احمال زيادة فهنا تقوم بتعمل كمر مقلوب كمان عملت السيستم كمر مقلوب اه تربط بالقواعد مع بعضها وتربط بالقواعد مع بعضها اوكي هنا بقى اه عمل تجان للاعمدة زي ما قلنا هنا عندي اساس اصلا مستمر بس البانش عالي فعملني مشكلة تمام فعمل نتيجان للاعمدة طبعا بتخشن السطح وزارة اشار حديد وبتدخل الاشار وبتربط الاشار القديمة في الجديدة وهكذا وبتزرع وبتربط تمام تمام زي الفرق ماشي بعد كده عندنا نعمل كاميرات مقلوبة تمام نفس فجة جان العملان بس على كمر بقى تمام برضه بتزرع اشاير وبتخشن السطح وبتربط الاشار القديمة بالجديدة وبتدهن السطح القديم وبتصب الخرصانة وبتضيف على الخرصانة مكونات بتساعدها على زادة السننسو وصوعة الشد وكذا صوعة الشك تمام وطبعا بنترع ان السطح الخرصانة يكون قديم وبنترع الاعتبارات اللي قلناها عشان الله لها اكتر ممرة في موضوع زراعة الاشاير زي ان العنك يكون عشر عرف وزي انك تزرع بقطر يكون مناسب للقطر السيخ اللي انت هتزرعه ومسلا نقولنا قطر السيخ زائد اربعة آآ ميلي وبتعمل عملت السيخ المستجد وبتدهن السياخ وبتربط الخرصانة القديمة بالجديدة عن طريق ان انت بتدهنهم بمادة آآ ربطه بالصب الخرصانة المستحدثة ده كده عملنا كاميرات مقلوبة تمام في هنا بقى لو انت عامل لبشة اصلا تمام بتزاوي تصمك اللبشة حينا اتبع لما نصب نحب نعلي لان نصبك اللبشة مش مكفي فنقوم عاملين الموضوع ده نعمل كراسي ونعمل تزريع ونعمل ايه بتسليح جديد للبشة من هنا ونربط التسليح القديم بتسليح جديد لنصب اللبشة تمام وطبع لازم هنا نربط بالعمدان يعني لازم نربط ونزرع حديد في العمدان عشان نربط التسليح ببعض تمام ادي كده اه اجمالا اتكلمنا عن اه عن الموضوع بتاع الاواعد واذا كان اهم الحاجات اللي في الموضوع واشهرها يعني نربط ان يكونوا استفدتوا بالموضوع وشكرا جزيلا قصة استماع ومتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته